السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة مع تلبوشو الحقيقة في ناس كثيرة بتابعت لنا بالذات الفترة الأخيرة دي بخصوص مسألة الاستقرار في ماليزيا وخصوصا الأسر اللي هي قاعدة في دول أوروبية وبتعاني الأمرين زي ما كنا شفنا في السويد وفي النرويج وفي بعض الدول وفي ألمانيا الناس اللي بتعاني من فكرة تدخل الحكومة في مسألة تربيتهم لأبنائهم وسحب الأبناء والمشكلة الكبيرة اللي بفضل الترند لعدة شهور فكتير من الأهالي تنبهوا للأمر وبيحاولوا دلوقتي يدوروا على بلاد تكون بديلة حتى لو ما فيهاش نفس الاستقرار من ناحية الجنسية والإقامة اللي موجودة في الدول الأوروبية بحاول انقذوا أنفسهم وأبنائهم من تغول الدول الأوروبية دي بمؤسستها في تربية أبنائهم وحاولت كمان ان هما ينتزعوا فكرة الإسلام من حياتهم أصلا فأنا صراحة لما جيت حتى أفكر كده لو كتبت ماليزيا كده على جوجل وطلع لك حاجة طبعا غير فيديوهاتي لو أصدر طبعا وطلع لك حاجة مثلا زي الجروبات العربية مثلا على الفيسبوك هتلاقي الناس مباينة إفراط المتفريض ناس يعني عندها نظرة تشاؤمية سودوية الحياة في ماليزيا بس انت اكتب في أي جروب عربي أنا عايز اجي ماليزيا هتلاقي العشرات اللي هينفروك من القدوم بالإضافة للسودوية كمان يعني السواد القاتم في النصيحة وأنا طبعا مقدر الناس اللي بتقولي الكلام دوت وأنا يعني هافصل في المسألة دي وحنا بنتكلم وما بين الناس التانية بتخليك الموضوع مهلبية يعني عادي وتعالى ونجيت واشتغلت وعملت وسويت فتكاد ما تعرفش تمسك الموضوع من النص يعني من الواقع زي ما بيقولوا وإذا كان صراحة وإن كان يعني الناس اللي هابت تديك صورة وردية زينا عزوم دول قلة قليلة في صراحة في المجتمعات العربية ولكن هنتكلم ليه يعني فالحلقة دي أنا عاملها علشان الناس اللي عايزة تهاجل بمصالح الهجرة ده لماليزيا تفهم الوضع في ماليزيا عملي ازاي؟ تفهم إيه صعوبات الإقامة؟ طبيعة الحياة؟ ليه في ناس شايفة الوضع سودوي جدا في ماليزيا؟ طب نعمل إيه؟ كل الحاجات دي إن شاء الله هنتكلم عنها في الحلقة النهاردة أول حاجة في حلقة كنت عملتها من فترة وهي عملت مشاهدات عليها بفضل الله في قناة تلبوشوبة بس أنا يعني عشان كنت بنقل خد فكرة المكان تاني حطتها في قناة خد فكرة وكنت بتكلم فيها عن أفضل بلد للاستقرار ليكم وللأبناء وأبنائكم يعني وأنا بأتناول فعل موضوع من وجهة نظر مختلفة شوية أتمنى أن أتفرجوا عليها عشان أتلخص كتير قوة من اللي أنا ممكن عايز أقوله في الحلقة دي وتوضح لكم وجهة نظري في النظرة لفكرة الاستقرار ماليزيا ليست بلد الاستقرار وإنما هي بلد ترانزيد بلد تقدر تقعد فيها سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة وبعد كده خلاص مش هتقدر تستمر لأنها بلد لا تمنح إقامة دائمة إلا في أضيق الحدود ولا تمنح جنسية لا في أضيق ولا في أوسع ولا في أزنى الحدود مفيش موضوع كنت سيادة صعب جدا في ماليزيا فماليزيا بلد لا تمنح أي شكل من أشكال إقامة تشبه لحد كبير جدا دول الخليج مع الأجانب مفيش أي حاجة أنت بتيجي بتعيش عشت عشرين سنة هنا زي عشت سنة كلها محصلة بعضيها وبالتالي هي دولة ترانزيد وأنا أرى زي ما قلت في الفيديو عشان ما عودش عيد الكلام دوت في ظل الوضع الحالي اللي بنعيش في في العالم فكرة إن الواحد يخطط لخمس ست سنين دي ده رجل يعني متفائل زياد عن اللزوم بصراحة يعني أنا شايف إنك أنت دايما تخطط لسنة أو سنتين على أكثر تقدير لأن الوضع متغير وإقاع التغيير سريع وصعب جدا يعني مش فما تقدرش تآمن إنك أنت في مكان خاصة تقعد فيه فوريفر مثلا خلاص بقية حياتك ما فيش الكلام ده الدنيا زي ما بقوله كده على صفيح ساخن مش مش في ماليزيا بس ولا في الدول العربية بس في كل العالم التغيرات الاقتصادية والسياسية وكل حاجة بتحصل رهيبة فعلشان كده لما تقرر تيجي ماليزيا أو تفكر في ماليزيا كبديل أو هي بديل مؤقت هيتنفع تكون بديل مؤقت طب ليه بقولها هتبع بديل مؤقت لأن زي ما قلت دولة لا تمنح إقامات دي ما ولا أي حاجة فمش هينفع تخطط فيها على المدى الطويل ماليزيا فيها عدة نظم إقامات بعيد عن جو إن إحنا نسود الدنيا إحنا عايزين نقول إنك إنت لو مشيت صح وإنت جاي ماليزيا مش هتسود الدنيا في وشك هتبع عارف رأسك من رجلك عارف إمتى هتخش وإمتى احتمال تطلع عارف إمتى هينفع تشتغل وإمتى مش هينفع تشتغل إمتى هينفع تكون أسرتك هنا والدنيا تمشي وإمتى مش هينفع يعني هو ده اللي أصده إن الفكرة إن الإنسان يكون مغيب ويجي مكان ما يعرفش عنه غير معلومات غير من اثنين ثلاثة صحابه اللي هم بيهولولوا له الدنيا والدنيا بزرميت بالنسبة له ومش مجمع أي معلومات ويجي يخش دولة ويقرر يقعد ويشتغل وإبن حياته فيها وهو ما عندهش إقامة ولا عنده أي حاجة ولا يعرف تفاصيل الدولة ولا طريقة التعامل أو زارة الهجرة مع المهاجرين أو مش المهاجرين بقى مع العمالة الأجنبية والكلام ده ده طبيعي هيشوف أسوت حاجة في حياته هنا في ماليزيا لكن لو جيت بشكل قانوني أو حتى جيت بشكل سياحة وبعد كده حاولت تحاولت شكل قانوني بدون ما تكسر الحيز القانوني ده مش هتحصل لك المشاكل اللي بتخلي الناس تقض يعني تطلاطمها الأمواج داخل الجروبات العربية يعني أو الجروبات العربية فعايزين نقول إن ماليزيا فيها عدد من الإقامات أول حاجة لو أنتم أسرة في السويد في الدنمارك في النرويج في كندا في ألمانيا وعندوكم أطفال وعرفتم تحوش شوية فلوس ماليزيا دولة مناسبة جدا لو أنتم جيتوا ودخلتم أولادكم مدارس إنترناشنل الإسلامية هنا حلوة جدا هتاخدوا إقامة على أحد الأبناء وبالتالي ممكن تيجوا واتدخلوا أبنائكم وممكن تحصلوا لو أنتم عندكم أكتر من طفل أو طفلين ممكن تاخدوا تخفضات فممكن تاخدوا إقامة على أحد الأطفال دول في هذه المدارس مش كل المدارس بتعمل القصة دي لكن المدارس دي متاحة أسعار المدارس دي إيه؟ هحط لكم روابط إن شاء الله للمدارس في وصف الفيديو تحت خشوا عليها وشوفوا الأدمشن فيز بتاعتها كام فيه كمان إقامة لطلاب الماجستير والدكتوراه بتسمح ليهم يجيبوا أهلهم معاهم يعني أنت مثلاً عايز تيجي تستقر في البلد دي ومن أحد طرق الاستقرار أنك تيجي ماجستير ودكتوراه طيب ضروري جداً لأي حد بيفكر يجي ماليزيا بهذه الطريقة سواء يجيب أبنائهم ويأخذ إقامة عليهم أو يكون في ماجستير أو دكتوراه لازم يكون عندك مصدر دخل لا تعتمد على مصدر الدخل من داخل ماليزيا ده من النقاط المحورية اللي بتفرق جداً في الحياة إنك تيجي هنا ماجستير ودكتوراه تقول بقى هبقى شوف إن شاء الله والدنيا مفيش حد بينام من غير عاشها ومش هنغلب وماشي لكن الفكرة إن الوضع هنا في ماليزيا ما بي هتحملش اللي انت بتقوله دوت ومفيش هنا فرص عمل بالطريقة اللي ممكن تكون متصورها ويسمح لك كمان بممارستها كشخص جاي يدرس فيه الميتشن جداً في حتة الشغل للناس اللي بتدرس فالنقطة دي مغاية في الأهمية لو أنت عندك مصدر دخل وجاي هنا هتقعد عشان تعادهم وخلاص وبتشتغل فريلانس أو بتعمل أو عندك مشروع بره وبيجيب لك فلوس الحياة بالنسبة لك مستقرة جداً في ماليزيا فالحاجة الثانية إنك تشتغل إنك نتيجة على ماجستير أو دكتوراه سواء أنت وتجيب بقى عيالك وزوجتك عليك أو زوجتك نفسها تيجي هي تأخذ الدكتوراه وتجيبكم معاها وتستقروا سنة سنتين تلاتة أربعة خمسة حسب ما تأخذ الماجستير والدكتوراه في ناس بتأخذوا في سبع سنين والحاجات دي الحاجة اللي بعد كده هوت هي الإقامة اللي كلية بنسمع عنها ولكن هي توقفت دلوقتي هي إقامة ماليزيا بيت التاني وده بتيجي عن طريق تشتري عقار في ماليزيا أو تشارك بموضوع الفلوس يعني ممكن تتبعوها تراقبوها برضو حط لكم الموقع رسم البلد في موضوع ماليزيا بيت التاني هم كانوا حطوا شروط خزعبلية كده وخرافية لا تصلح إلا لمستوى الناس اللي هي يعني نايمة صحي على تل فلوس صراحة إلا وجديدة يعني أصلاً فتابعوها لو غيروا في الشروط هتكون برضو حل مناسب لأنها بتبدي عشر سنين إقامة في ماليزيا الحاجة اللي بعد كده وهي إقامة العمل فيه إقامة عمل في ماليزيا وفيه وظيف لتخصصات معينة ومحددة أنا دايماً بقول بحكم شغلي إن مجال الـ IT فيه طلب عالي على في ماليزيا ولكن الفترة اللي فاتت كان فيه تعقيدات شوية من الـ فيه السماح للناس إن هي تيجي وتشتغل وتعمل وإن هي تسهل للشركات بيديقوا الموضوع عشان كوفيد عمل كمان رفع نسبة البطالة فلأ لازم تجيب ماليزي فوحط شوية شروط وبروسيس كده عشان يعينوا الأجانب بقت معقدة شوية مفيش شغل لا فيه شغل فيه ناس بتتعين اه فيه ناس بتتعين النسبة قلت حسب معلوماتي اه قلت لكن لازل في جاب ممكن ناس تجرب تقدم عن طريق لينك دين موقع جوب ستريت موقع اندد وتشوف إنزا فيه فرص إنهم ييجوا وياخدوا إقامة لمدة سنة سنتين برضو شغل في ماليزيا فيه كمان فكرة المدرسين والمدرسات ودي يعني عاملة زي سرسوب المية لأن المدارسة العربية هنا صغيرة مش كبيرة وفي الآخر التدريس لو انتوا عايزين تشتغل هنا في درس انترناشنال مثلا سواء ماسكة شغالة كامبريج او شغالة امريكان وهما أجانب كلهم فلازم تكون انت عندك فاليو عالية قوي هتديها لهم عشان ياخدوك انت كعربي لغتك كويسة عندك مثلا اللي هو كواليفايد يعني بشكل كبير عشان هما يشغلوك معاهم عايز تشغل بقى في المدارسة العربية الفرص العرض كتير والطلب قليل يعني تصور الموضوع بيبقى ماشي ازاي اخر حاجة وهي الاقامة اللي كنت اتكلمت عنها من كزا يوم وهي اا او من كزا شهر وهي اقامة الدير انتاو ودي اقامة للفريلانسر والناس اللي شغالة في ديجيطال اي تي هحط لكم الرابط بتاعها انا متكلم عنها بالتفصيل وازاي تاخدها الاقامة ديت وازاي او تحصل عليها يعني وازاي ترتب امورك ليه طيب خلينا نقول ان احنا قلنا ده كله حد طبعا اي سؤال اكتبوه في التعليقات تحت ولا ان شاء الله تعالى لو ما بلاي الاسئلة متكررة يعني كتيرة ومش متكررة بعمل فيديو تاني وبرد عليه لكن خلينا نقول مثلا انك انت اخدت اي مسلك من المسالك اللي احنا قلنا عليها دلوقتي طيب ازاي جي ماليزيا في فيديو انه لسه منزله من كم يوم الفيديو ده متكلم فيه تفصيلي ازاي تنتقل من الدار الى الدار من الطيارة تاخد الطيارة من باب الدار في بلدك لباب الدار في ماليزيا فيه كافة التفاصيل المهمة اللي ممكن تحتاجوها بداياتا عشان تعرفوا تنقلوا حياتكم الى ماليزيا طيب المعيشة في ماليزيا برضو في فيديوهات قديمة بس انا بعملها تحديث دلوقتي ان شاء الله تعالى بتتكلم عن التفاصيل الدنيا يعني ما لا اضلمك كده ومش كده يا جماعة فيديوهات عملتها بس اديمة فيها تفاصيل المعيشة هتساعدكم شوية وفي فيديوهات ان شاء الله هتنزل قريبا هيكون فيها تفاصيل المعيشة بكل التفاصيل ممكن تتخيلوها السوبر ماركت هتعرف بالاكل والشرب فيه بكام فتعرف تعمل حزبتك بشكل تقريبي لكن انصحكم بمتابعة القناة عشان ترفضي تفاصيل اكتر عن حياة الاسيوية حياة الاسيوية مختلفة بجد اللي بينقل من اوروبا او من الدول العربية يحتاج يجي ماليزيا ينزل يشيل الويندوز القديم بتاعه ده وينزل ويندوز اسيوي جديد عشان يعرف تأقلم مع الحياة في ماليزيا ماليزيا الجودة الحياة فيها كويسة جدا ولكنها مختلفة تماما عن ما عتدنا عليه كعرب وبالتالي الانتقال لماليزيا للدولة اسيوية بيحتاج شوية جهد وتغيير في ستايل حياة شوية وتأقلم مع طبيعة الاكل والشرب والخطروات والفواكه والجو اللي موجود في ماليزيا اخر نقطة عايز اقول عليها وهي نقطة مهمة ان اندونيسيا بتمثل جانب اخر لان كنتم ممكن تستقروا فيها وعندها تسهيلات زي تركيا كده شوية في موضوع الاقامات انها بتعمل اقامات لمدة سنة وسنتين ما عندهاش التعقيدات اول اللي موجودة في ماليزيا من ناحية الاقامة والاستقرار فيها قد يكون على الوقت المدى الطويل يكون افضل من ماليزيا النقطة المهمة برضو الممكن اذكرتهاش موضوع اليمنيين والسوريين والعراقيين اللي بيعتمدوا على فكرة اللجوء للدول الغير مسلمة وبيوجبوا مشاكل كتير ماليزيا دولة مش مضية على اتفاقية اللاجئين ولكن فيه ناس بتبقى موجودة على بطاقات اليو ان لكن بدأت تتلغي وبدأ فيها مشاكل والاوضاع الاستثنائي اللي كانت معمولة زمان ما بقيتش موجودة دلوقتي ما بين السطور فيه ناس بتبقى قاعدة وموجودة وبتشيل بطاقات اليو ان دي الليها معاها الليها طلعتها وبتتعامل بيها ولكن محظور انك تشتغل بطاقة اليو ان يعني شو هيدا المشكلة شايفين محظور تشتغل ببطاقة اليو ان فبالتالي الدنيا فيها شوية تعقيدات لكن قد يكون من الناس اللي بتدور على حلول اه وقتية اه وانا بنصح دائما بيدا وبقول لكم اتفرجوا على الفيديو اللي انا كنت وولكم عليه في خود فكرة مهم جدا في الحتة دي انت اهم حاجة تحافظ على دينك وتحافظ على هويتك دي نقطة غاية في الاهمية لك والابنائك فاتحرك وقاري لها منك خيرا قدر ما تستطيع مش بتكلم عميزة ممكن تروح ديوها العربية ممكن يعني البدل اللي بيكون في الاستطاعة وثيق ان ربنا عز وجل لن يتركك وانا ربنا هيسر الامر ويسر الحال وكلنا مردنا بتجارب سياءة جدا جدا وبعد كين ربنا فرجها من هنا او من هنا وخليني اضيف اضافة انا شايفها مهمة ممكن تبقاش مهمة بالنسبةك اي حد بيفكر يستقر في بلد زي ماليزيا متاخدش قرار الاستقرار مرة واحدة كده ولا باعتماد حتى على فيديوهاتي او فيديوهات غيري لا رأيي دايما لو شوية فلوس بس تضحي بيهم انك انت تيجي تقعد شهر او شهرين تحجزلك مكان عن اير بي ام بي او اي مكان بسيط ما يبقاش مكلفك كتير واقعد في البلد شوية اقعد مش شهر مش اسبوع ولا اسبوعين لا اقعد شهر او شهرين في البلد اقعد قدر ما تستطيع عشان يتكون في ذهنك صورة شبه متكاملة عن الوضع عشان تعرف هتنفع تنقل حياتك هنا ولا لا دي انا شايفها برضو مهمة جدا للناس اللي بتفكر تنتقل من بلد الى بلد اخرى اتمنى يكون الفيديو ده يعني يقدم تصور عن الوضع اللي موجود هنا بشكل مبسط ولو برضو قلت في اي حد لأي اسئلة اكتبوها في التعليقات تحت وان شاء الله تعالى نرد عليها في الفيديو منتصل ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك لان ده بيدعم ان الفيديو يظهر في الترشيحات للناس واراكم ان شاء الله تعالى في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة